أهلا بحضراتكم من جديد وكأس الأمم الإفريقية وأبرز الأخبار والكواليس مباراة مصر وغانا بالتأكيد بطلقى اهتمام كبير جدا من جماهير القرى المصرية نظرا لنتيجة اللقاء اللي حصل في الجولة الأولى بعد تعادل مع منتخب موزنبيق 2-2 وكمان خسارة غانا أمام الرأس الأخضر بهدف مقابل هدفين النتيجة في حد ذاتها خلت مباراة مصر وغانا مباراة تحديد المصير تكون أو لا تكون تكسب يعني قطعت 50-60% من المشوار في البطولة لتقدر الله أي نتيجة سلبية هيبقى الوضع متأزم جدا سواء لمصر أو لغانا ومن هنا بتأتي قيمة وأهمية وقوة المباراة بخلاف أصلا أنك هتتفرج على مباراة ما بين أكبر منتخبين في القرى الإفريقية المنتخب المصري والمنتخب الغاني كالعادة وانتم متعودين دايما معنا في برنامج التريند عندنا كل الأخبار والانفرادات نهاردة معنا خبر جديد وحصر وانفراد جديد تم تعيين منذ قليل حكام مباراة مصر وغانا المباراة بإذن الله هتقام يوم الخميس في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة واللي هتتلاعب على ملعب فليكس بواني في مدينة أبيجان في العاصمة الإفورية مصر وغانا هيدرها الحكم الجابوني بير أتشو بير أتشو الحكم الجابوني هو حكم مباراة مصر وغانا وعلى تقنية الفيديو الفار الحكم السنغالي عيسى سي دول حكام مباراة مصر وغانا يوم الخميس الساعة العاشرة مساء ده انفراد لبرنامج التريند لسه القرار معلن منذ لحظات ومن خلال تواصلنا كده الحمد لله مع مصادرنا في الاتحاد الافريقي بنقدر نعرف أبرز الأخبار الجديدة قبل ما يتم إعلانها رسميا دونكم على الشاشة هو حكام مباراة تكاس الأمم لقاء مصر وغانا لسه المباراة بعد 48 ساعة تم الاستقرار على تعيين الحكم الجابوني بير أتشو حكما للساحة والسنغالي عيسى سي حكما لتقنية الفيديو الفار بير أتشو هو الأدار مباراة الأهل والاتحاد العاصمة في كاس السوبر في المملكة العربية السعودية وكلنا عارفين بير أتشو من حكام البروفيشنال في القايمة الافريقية وسبق قبل كده لما استعرضنا قايمة الحكام المصنفة بير أتشو من الحكام المصنفين في قايمة البروفيشنال فبالتالي طاقم تحكيم من المحترفين لإدارة هذا اللقاء نتمنى بإذن الله يعني نشوف مستوى تحكيمي جيد حتى الآن البطولة تحكيمية الحمد لله ماشى بشكل كويس جدا والحكام لغاية دلوقات الحمد لله ما فيش أخطاء مؤثرة بل بالعكس كل الحكام ماشين بشكل كويس أمينو عمر الحمد لله قدر مبارات الافتتاح بشكل متميز جدا محمود عشور خاد مباراتين كان مع أمينو عمر في الكودفوار وغينيا بساو وكان رائع جدا رغم أنه كانش فيه حالات مؤثرة ولكن كان فيه تعامل جيد جدا بينه وبين أمينو عمر في بعض الحالات كان فيه تعاون مسمر ما بين طاقم التحكيم المصري بالأمس محمود عشور كان حاكم فيتجو في مبارات الكاميرون وغينيا ويمكن قام بتصحيح وتصويب أكتر من قرار تحكيمي للحاكم الليبي معتزل شلماني والنهاردة محمد عادل وطاقم مصري أبو رجال وأحمد خصام طهو أمينو عمر هيكونوا النهاردة موجودين في مبارات بالي وجنوب إفريقيا وبقرة محمود عشور موجود في مطش المغرب وتنزانيا في سان بيدرو حكم تقنية فيتجو ويوم الخميس قبل المطش بـ 48 ساعة جبنا لكم تعيينة حكام المباراة هيكون الحكام الجابوني بير أتشو وعلى الفار عيسى سي دول حكام مباراة مصر وغانا لو تهدوا لكم الحاجة مبارح نفس الطاقم ده كان بيدير مباراة الجزائر وأنجولا مباراة الجزائر وأنجولا مبارح كان بيديرها عيسى سي وعلى الفار الجابوني بير أتشو اللي اتنين يتبدلوا وهيجوا يوم الخميس في أبيتجان بس بير أتشو اللي كان الفار في مطش الجزائر وأنجولا هو اللي هيدير مباراة مصر وغانا وبالتالي عيسى سي هيكون موجود في تقنية الفيديو دول حكام مباراة مصر وغانا وكان مهم جدا ننفرد مع حضراتكم بهذا الخبر وهذه التعيينة مهمة جدا لأنا عارف الناس كلها مستنية تعرف من الحكام اللي هيديره مباراة مصر وغانا يوم الخميس طيب المباراة على فكرة مباراة صعبة جدا ورغم أن على الورق غانا عندها مشاكل فنية كتيرة وعندها مشاكل إدارية كتيرة وعندها مشاكل أكتر من منتخب مصر ولكن تبقى في النهاية دي مباراة مصر وغانا هتجي تقول لي مصر الكاميرون هتلاعب السنغال السنغال حالتها عالية والكاميرون حالتها متوسطة بس تبقى مباراة كبيرة الكاميرون والسنغال نفس الأمر ناجيريا تعادلت أول لقاء وعندها مشاكل فنية ومشاكل مع خسيب السيرو المدارب البرتغالي والكودفور يعني مصادفة البطولة ومنتشية بالفوسفل قال افتتاح لكن تبقى في النهاية الكودفور مع ناجيريا فهي المباراة الكبيرة دي حتى لو على الورق المطش ممكن يبان سهل نتيجة أن فيه مشاكل فنية في بعض المنتخبات ولكن في النهاية ده دربي انت بتتكلم على قمة المباراة الافريقية وبعدين لما بتيجي توزن المباراة تبص على مصر سبع ألقاب إفريقية تبص على غانة أربع ألقاب إفريقية فلا تلاقي الوضع مختلف أو خمس ألقاب إفريقية قاسف يعني فانت بتتكلم على فرئتين لا لهم رصيد كبير عكس دلوقات اللي بتتفرج مثلا على مباراة بوركينا وموريتانيا ممكن تتفرج عليها مباراة فرنية كبيرة جدا ولكن على مستوى الألقاب لا من الاتنين ما خدوش ألقاب إفريقية وملهمش يعني تاريخ كبير في البطولات الإفريقية آه بيوصلوا آه بيلعبوا ولكن لا ملهمش تاريخ ولا رصيد كبير في البطولات الإفريقية فالماتش صعب جدا من هنا بتاعتي أهميته أصعب حاجة في مباراة مصر وغانا مش أرضية الملعب والحداشر وصالد حداشر لا خارج الملعب الماتش ده يا جماعة الملعب لو بيسع عشرين ألف هيبقى فيه تسعتاشر ألف مشجع غاني عشان ما حدش يتفاجئ الماتش ده هيكون فيه مش أقل من تسعتاشر ألف مشجع غاني ليه؟ كنت يفوار على الحدود مع غانا والانتقالات والتنقلات ما بين كماسي وأقرة إلى أبيتجان على الطريق البري بالأوتوبيسات بالعربيات مش محتاجر حالة طيران على فكرة فبالتالي هنا تبقى فيها مشكلة أنك الحضور الجماهيري والحجد الجماهيري في مباراة مصر وغانا هيكون في صالح غانا مهما حشدت من جماهيرية وجالية لبنانية وجماهير مصرية مقيمة في القدفور يعني ألف ألف وخمسمية لو عملنا إنجاز كبير ممكن ناخد مدرج في ألفين مشجع لكن تسعين في المية خمسة وتسعين في المية من مدرجات ملعب فليكسي بواني لو بالمسمى الإفوار يعني ملعب فليسيا الملعب ده هيكون كله مشجعين من غانا فالأجواء في الملعب مش في صالح فمحتاجين تركيز كبير جدا في المباراة دي أجواء الملعب وانفردها بطاقم التحكيم نتمنى يا رب المنتخب يكون جاهز لأداء هذه المباراة بشكل كويس جدا والحمد لله الصفوف مكتملة يمكن من شوية تواصلت كده مع الأصدقاء والزملاء في المنتخب هل في إصابات لقدر الله؟ قاله لا هل في غيابات نتيجة أمر ما ممكن ما يكونش بسبب إصابة ولا حاجة؟ لا اللعب كلها جاهزة؟ آه جاهزة السبعة وعشرين حتى بما فيهم الأربعة اللي خرجوا من المطش اللي فتأ موجودين فالصفوف مكتملة نتمنى بس فيتوريا مركز في التحذير للمباراة بشكل كويس مركز في اختيار طريقة اللعب والتشكيل اللي يبدأ به ويبقى في دماغه سيناريوهات المباراة أيهم درب شاطر لازم يحضر لنفسه سيناريوهات المباراة لو أنا متقدم في الشوت الأول بهدف أهدفين يا رب بإذن الله شوت الثاني هتعامل إزاي؟ لو أنا متأخر في بداية المباراة هتدأ أتعامل إزاي؟ لو المباراة مشة في سياق التعادل هشتغل إزاي؟ حاجات دي كلها على فكرة مهمة جدا في فلسفة ودماغ أي مدرب إزاي بيحضر لأي مباراة فالمباراة دي عايزة تحضير جيد جدا دراسة فريق غانة بشكل كويس جدا غيابات غانة في اللقاء الأول ما من رأس الأخضر مش مقياس محمد قدوس اللاعب الغاني الشهير اللي ملعبش مباراة الرأس الأخضر وكان برة الثلاثة وعشرين برة القيمة ممكن يكون موجود في ماتش مصر ممكن يكون موجود في ماتش مصر فلازم الجهاز الفني يحضر بشكل كويس لمواجهة منتخب غانة موسيقى